لأنه اليوم احنا يعني اللي بشاهدونا كل نوعيات الناس مسئيين مسلمين وكل واحد اهلا وسهلا فيهم جميعا فكرة معينة عن السماء او عن الجنة وانا وانت منعرف انه في افكار مغلوطة صحيح عن موضوع السماء اذا ممكن تشاركنا فيها شكرا خيه انا بحبول انه في ناس عنده افكار مغلوطة ونحن الافكار الصحيحة مش لانه نحن ابر او اذكى او اطهر من اي احد اخر ولكن من يؤمن بكلمة الله هو يعرف الحق قال ثبتهم في الحق كلامك هو حق فنحن لا نخبر بما نعتقده ولكن مثل ما ارينا هو ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة واحنا طبعا هو الكتاب المقدس هو الدستور والمرجع الاخير يعني هو اللي بحكم في كل شيء معلوماتنا هو فقط من الكتاب المقدس وانا هو بس بدي اقول لأسيس نزار كيف سمعت عن الناس من كل الخلفية الدينية اللي بقولوا نحن لا نؤمن بالكتاب المقدس وسؤالي البسيط هل قرأته انا مش كل كتاب قرأته بالحقيقة اؤمن به انا قرأت كتب اديان اخرى لا اؤمن بها لكني قرأته لا اخاف من قراءة كتاب اقول للناس طب اقرأ هذا الكتاب واحكم عليه مش مما سمعته عنه بل مما سمعته منه انا مثلا اخدت بعض الكورسات عن دين الدياني الاسلامي في كلية اللهوت فانا انا قلت لا اريد ان اتعلم عن الاسلام من خلال كتاب عنه انا اريد ان اقرأه فانا درست القرآن درست الصحيح البخاري ودرست السيرة النبوية وغيرها ولا اخشى ان اقرأ اي كتاب الا اذا كان كتاب خلاعي الله سمح الله لكن انا انصح اي انسان ليقرأ هذا الكتاب قبل ان يقول هو كتاب خاطئ بدي اقول اول شي لما منموت لا لن نصير ملائكة بقوله صار ملائك في السماء او صار ستار صار نجمة في السماء لا ما رح منصير نجوم لما منموت ما رح نروح للمطهر ليش لانه المطهر موجود فقط في افكار ومخيلة بعض الناس بالكتاب لما الواحد يموت اما يفتع عينيه في احضان الهنا ومجده اما يفتع عينيه معذب في اللهيب بس توضح كلمة المطهر لانه مش مفهومة للكل المطهر هو مكان وسطي بين جهنم وبين السماء الذي يذهب اليه بعض الناس اللي نقول الوسطيين اللي ليسوا ابرار وليسوا اشرار فيقضون مدة عقاب معينة حسب الصلوات حسب الصلوات لاجلهم وحسب فترة عذاب جزئي اللي يكفروا عن ذنوبهم لكن هذا بالمفهوم اللهوتي للكتاب والمسيحي هذا ينصف عمل المسيح التطهيري على الصليب طبعا وكاننا نحن نطهر عن نفوسنا فهذا المكان الوسطي غير موجود في كلمة الطلاب مش موجود يعني تماما نرجع لك كلمة الطلاب تماما اي شيء نقول عنه نؤمن او موجود او مش موجود هذا لا يعني بلاهوت الانجليين او عقيدة نقول الكتاب دائما الكتاب ولن نصير ارواح ان نكون ارواح في السماء هي مرحلة وقتية لان جسد يذهب الى التراب والارواح تذهب للسماء لكن في القيامة الاجساد ستقوم ايضا نعم ولكن ستتغير وتكون قادر ان تعيش للابد ولا تموت فيما بعد لا مجال للسقوط مجددا لان الخطيئة لن توجد فيما بعد ولا شيطان فيما بعد لن نقضي الابدية نبكي على اقاربنا الذين في جهنم هناك كثير يسألوني بصراحة لانه يقول هناك سيمسح كل دمعة من عيوننا العلاقات البشرية التي تربطنا هنا هذه وقتية ولكن نحن نذهب الى السماء لن نحبهم اقل لكن لن نحبهم بنفس الطريقة العاطفية الشخصية امي اخي الى اخره لن تكون هناك مكافآت للمؤمنين لبعض المؤمنين الذين بنوا على خشب وعشب وقش اي بمعنى اخر خدموا بطريقة خطأ او بدوافع خطأ او لاهداف خطأ او بكذب او برياء الكل مخلصين بنم المسيح اللي امنوا نعم الكل صاروا ابناء الله نعم لكن مش الكل رح يكون على نفس المستوى من المجد نجم يمتاز عن نجم حضرتك اخي المحبوب عندك عدة اولاد واحفاد لو سألتك هل تحبهم بتمييز تقول ابدا كلهم اولادي واحفادي لكن اقول لك هل راضي عليهم كلهم بنفس طريقة اللي لا في حدا راضي عليه اكثر او اقل بحسب تجاوبه ابوتك لهم هي بسبب ولادتك لهم ثابتة لكن رضاك عليهم بسبب تجاوبهم فهذا يتغير ربما ولد اولادك تأتمنوا على كل شيء ولد اخر الى اخري انا بحكي بشكل عام ايضا لن تذهب ارواحنا لثلاثة ايام او اسبوع او اربعين يوم بتدور حول اقاربنا ولا يأتي وقت فيه اللي تتواصل ارواحنا معهم ويام في ناس بميرسوا الشعوذة بحضروا خالوا ابوه وجده واحذر من كل المشعوذين وكل الشعوذة والسورسوري السحر والتعامل مع عالم الاموات الكتاب يحذرنا كل التحذير لانه هذه ليست النفوس هو ليس ابوه وخاله لانه ابوه خاله اما في السماء واما في جهنم ما حدا بقدر استحضرهم هذه ارواح شريرة ديمونز تتلبس هذه الاشخاص وحالتنا ثابتة بالمكان الذي نذهب اليه ولا مجال لا الارتقاء بسبب صلوات الناس لنا دعني اقول امر محزن من دون ما يعني ازعج احد اكبر خدعة في العالم المسيحي وغيره من الاديان هو الصلاة لاجل الموت لراحة نفوسهم قال هو عظيمة قد اثبتت من كلام المسيح ربنا في لؤستان لا احد يستطيع الذهاب لا من هنا الى هناك ولا من هناك الى هنا فكرة انه انا يعني بكرة بموت وبيعملولي نوع من الصلاوات عند راحة نفسي فترتقي روحي او نفسي من مكان الى مكان هذا امر لا وجود له في الكتاب المقدس على الاطلاق وفي كل هذا الكتاب لا نرى احد صلى مكلم ميت ولا صلى لاجل ميت بس خلينا رجع وضح للنقطة لا فضل ما في حدا بها الكتاب لا في العاد القديم ولا الجديد صلى وناجا ميت يعني يا مار ابراهيم او مار موسى او مار إليا في العاد القديم او مار يعقوب او مار استفانوس في العاد الجديد لانه الصلاة لأي احد غير الله هو اشراك بالله ولا احد صلى لله لاجل احد اذكر ابي او امي او خالتي هذه امور غريبة عن الكتاب المقدس